موسيقى صباح الخير ونستهل النشرة بالعنوين مجلس النواب العراقي السأنف جلسته المفتوحة وسط انقسام حاد حول الكتلة الأكبر ترامب يحذر من شن هجوم عسكري على إدلب والأسد وضريف يؤكدان أن تهديدات الغرب تعكس فشل مخططاته في المنطقة مئات السوريين في لبنان يعودون إلى ديارهم بإشراف الأمن العام المشاطة يعلن أسماء وفد صنعاء إلى مشاورات جناذ والمجلس الانتقالي الجنبي يهاجم المفاوضات ويتبرأ من مخرجاتها الاجتباكات في طرابلس تهدد جلسة برلمان طبرق الخاصة بالتصويت على قانون الاستفتاء لمشروع الدستور الليبي يستأنف مجلس النواب العراقي جلسته مفتوحة بعد نحو ساعة بعدما أبقى رئيس السن جلسات البرلمان العراقي مفتوحة إلى اليوم وكانت الجلسات المتعلقة بتحديد الكتلة الأكبر قد أجلت للتداول بعد انسحاب كتل الفتح ودولة القانون والحزبين الكرديين محمد الفهد في مدتها الدستورية انعقدت جلسة البرلمان العراقي الأولى برئاسة أكبر النواب سنة جلسة كان من المؤمل أن ينتج عنها انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه سارت الأمور وفق ما هو مخطط لها ضمن جدول الأعمال لكنها تعثرت بمجرد أداء النواب الجدد لليمين الدستورية وتوقفت عند عتبة انتخاب رئيس المجلس النيابي بعد تصاعد الخلافات حول من يتولى المنصب إضافة إلى انسحاب بعض الكتل بسبب الكتلة الأكبر نحن الآن ضمن توقيتات دستورية وهناك أحكام دستورية ووفقا لهذا الدستور أعلننا ذلك رئيس السن لجلسة البرلمان وبعد محاولات عديدة لدعوة النواب إلى دخول القاعة لاستكمال الخطوات الدستورية قرر إبقاءها مفتوحة حتى يوم الثلاثاء أملا في حل الموقف السياسي واحتوائه الناتج عن الخلافات حول التحالفات ورئاسة البرلمان لم تسجل الجلسة أي انتقال سواء أنها لأداء اليمين الدستورية وأداء اليمين الدستورية بالنسبة للنواب الجدد لا يكفي لحسم الجدل الشائك بشأن الكتلة الأكبر يجب أن يتفقوا على تسمية الكتلة الأكبر حتى لا يذهبوا إلى المحكمة الاتحادية والدخول في نفق التفسيرات وفي نفق القوانين الشائكة الحديث عن خروق دستورية واخرى للنظام الداخلي لمجلس النواب استدعى تدخلا عاجلا من قبل المحكمة الاتحادية لإضاح التفسيرات الدستورية وهو ما عمل عليه رئيس السن للبرلمان بانتظار البت في الأمر بعد أن وصفت جلسة البرلمان الأولى بالمفصلية فإن نتائجها قد تتحول إلى جولة جديدة من الخلافات بين الأفريقاء لأنها لم تحسم أولى ملفات جدول أعمالها وهي انتخاب رئيس المجلس ونائبيه محمد الفهد بغداد الميادين المزيد من التفاصيل أنضم إلينا مدير مكتب الميادين في بغداد عبدالله بدران عبدالله صباح الخير إذن جلسة البرلمان الأولى لم ينتج عنها انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين هل الأجواء قبيل الجلسة اليوم والتي ستبدأ بعد ساعة تقريبا تشير إلى أن مسألة الانتخاب ستكون سهلة صباح نور أحمد ليس أكيدا أنها ستكون جلسة سهلة أو ستكون جلسة تشهد على ولادة رئاسة البرلمان وهيئة رئاسة البرلمان لا تزال هذه الانقسامات التي كانت موجودة في الأروقة السياسية قد انعكست داخل جلسة البرلمان العراقي وبالتالي لا يمكن أن يكون ذلك سهلا خصوصا وأن طرفي التكتلين تكتل محور دولة القانون الفتح وسائرون النصر لم يتمكنا من الوصول إلى صيغة وسط بدلالة ما قدمه حزب الفضيلة الذي هو داخل اتلاف النصر من تجديد لمقترحه السابق بالعودة إلى طاولة المفاوضات والجلوس إلى مائدة مستديرة من أجل حل هذه الخلافات والوصول إلى صيغة توافقية على الأقل داخل البيت الشيعي أو داخل بيت القوى السياسية الشيعية من أجل المضي بسهولة وفق التوقيتات الدستورية والسبب أن كلتا القوتين قدمتا أوراق تثبتان أنهما الكتلة الأكبر كلتا القوتين لديهما تفسير لمادة دستورية حول الكتلة الأكبر رئيس السن لا يملك حق البت بمن هي الكتلة الأكبر يحول الأمر إلى الدائرة البرلمانية إن لم تحسمها وهذا طبعا من الوارد جدا أن الحسم ليكون في الدائرة البرلمانية سيكون الملجأ الأخير لدى القضاء العراقي الذي سيحسم الموقف في نهاية الأمر من هي الكتلة الأكبر هل الكتلة التي وقع أعضاؤها بتواقي حية أم التي يتم الاكتفاء بتواقي رئيس الكتل إذن الأزمة تتعقد عمليا أحمد وطبعا يشوبها جو سلبي من مؤيدي كلا الطرفين في الشارع العراقي وحتى داخل أروقة السياسة رغم أن هناك إقرار داخل كلا الطرفين الحاجة إلى مائدة مستديرة للجلوس إليها والتفاهم مضافا لذلك كلتا القوتين عليها استحقاقات ليس فقط الكتلة تتمكن من أن تسمي نفسها كتلة أكبر عليها استحقاقات أن تتحالف مع قوى سنية من أجل دعم مرشح القوى السنية لموقع رئاسة البرلمان طيب وبالتالي عبدالله هل بات واضحا موقف لدعم مرشحها لموقع رئاسة الجمهورية طيب عبدالله يعني هل بات واضحا موقف القوى الكردية مسألة التحالفات والكتلة الأكبر وإيضا ماذا عن القوى السنية خاصة بعدما حكيها يعني عن ضغوط مورسة على بعض المكونات معلومات الميادين أن ضغوطا مورسة على القوى السنية تحديدا بشكل كبير كما أن هناك ضغوط مورسة على بعض القوى التي لم تنضوي يعني كانت هناك اتصالات وردت من بريت ماكورغ وكذلك من عملاء السفراء الأمريكية بقوى سياسية عراقية هذا ما تؤكده معلومات الميادين كان مفاد هذه الاتصالات ضرورة التحرك باتجاهات سياسية معينة ضرورة عدم الالتحاق بتحالفات سياسية بحد ذاتها ومعينة كذلك يعني الأمر تجاوز موضوع تقديم المشورة أو موضوع التواصل هو التحالف المتهم بضرورة الابتعاد عنه وتحالف محور دولة القانون الفتح أحمد لكن الاتصالات تركزت حتى على القوى السنية وعلى القوى الكردية التي واجدت أن خير ملجأ لخيارها السياسي هو الوقوف على الحياد وإن لم تعلنه لهذا الموقف لكنها وقفت بشكل واضح ابتعدت عن الالتحاق بأي قوة من القوتين سواء البناء أو الإصلاح والإعمار وانتظرت أن يحسم الأمر بشكل واضح من هي الكتلة النيابية الأكبر وبعد ذلك تلتحق بها واضح جدا أن لا سبيل حتى هذه اللحظة طبعا إن لم تحسم المحكمة الاتحادية وتسير الأمور وفق التوقيتات الدستورية واضح جدا أن التوافق في نهاية المطاف سيكون هو سيد الموقف إن لم تتدارك القوى السياسية وتلجأ إلى التوافق من أجل العودة إلى بيت يجمعها وتشكل كتلة أكبر داخل البرلمان العراقي دون ابتعاد أي نفر أو أي قوة بطريقة منفرة فأن التوافق هو من سيحسم الملف في نهاية المطاف على اعتبار أن القوى السونية أيضا لديها معاناة يعني القوى الشيعية إذا كان لديها إشكال حول مرشح من دولة القانون لرئاسة الوزراء ومرشح من النصر لرئاسة الوزراء القوى السونية لديها ستة مرشحين لرئاسة البرلمان والقوى الكردية لا تملك حتى هذه اللحظة مرشحا واحدا مدعوما من كل القوى الكردية مدير مكتب الميادين في بغداد عبدالله بدران شكرا جزيلا لك المتحدث باسم تكتل الفتح أحمد الأسادي تهم المغوثة الأمريكي في العراق بممارسة ضغوط كبيرة على القوى السونية وفي مقابلة مع الميادين توقع الأسادي أن لا تحسم القوى الكردية في البرلمان موقفها قريبا أتوقع أن الكرد لن يحسموا موقفهم قبل أن تحسم المحكمة الاتحادية موقف الكتة الأكبر أولا وقبل أن تحسم القوى السياسية حواراتها وتفاهماتها بشكل نهائي هل ستذهب بهذه الاتجاهات الحالية أم ستكون هناك اتجاهات أخرى أو اتجاه وحدوي الأسادي رأى أن على رئيس الحكومة المقبل تحديد الخيارات الاستراتيجية في العلاقات الإقليمية والدولية العراق لديه تشابك كبير واستراتيجي أحيانا مع الولايات المتحدة الأمريكية لذلك يجب على رئيس الحكومة القادم وعلى الكتلة الحاكمة والكتلة الأكبر التي تتبنى تشكيل الحكومة أن تحدد خياراتها استراتيجية بشكل واضح ننفتح على جميع دول العالم وعلى دول الإقليم والمنطقة شريطة عدم التدخل بالشين الداخلي ونتحرك باتجاه بناء العراق اقتصاديا ويعادة إعمار المدن التي دمرها الإرهاب ودمرها الإهمال إذن احتدم النزال السياسي في العراق بين تحالفين وسط جدال يحمل أبعادا خارجية فما الذي يجري في العراق حول الكتلة الأكبر وما هي أبعاده في الصراع الإقليمي فتحت أبواب البرلمان لدورته الرابعة لكن لا توافق بعد لا توافق حتى داخل البيت الواحد فالقوى الشيعية محور الجذب الأساسي في هذه التحالفات انقسمت زاد انقسامها من سقوف مطالب قوى كردية وسنية بعضها معلن والآخر ينتظر أزمة هي إذن كيف لا وقوتان كلتاهما تدعيان بأنهما الكتلة الأكبر وكلتاهما قدمتا ما يثبت ذلك وكلتاهما خطط الخطوات ذاتها في كل شيء اتفقتا في ترتيب الأوراق الرسمية وفي جمع التواقع إلا في تفسير واحد من هي الكتلة الأكبر أتلك التي وقع نوابها وتوقيعهم حاضر أم تلك التي وقع رؤساء الكتة لممثلين ومخولين عن تحالفاتهم أزمة ليست وليدة اليوم هي تلك الأزمة التي أراد الأمريكيون زرعها في تفسير الدستور وكأن قدر العراق تقسيم للسلطة ليس لضرورة ديمقراطية وإنما إبقاء دولة ونظام حكم في حالة من الحاجة لدور ومكان للتأثير الأمريكي إقليميا ترى طهران أن لها حلفاء وأنهم أولى خصوصا أنهم حققوا موقعا متقدما في الانتخابات لكنها لم تكتفي بأن يقتصر الدور على حلفائها لا بأس أن يكون معهم آخرون هكذا نصحت واشنطن تريد فريقا دون آخر تسخن المواجهة السياسية فريق تدعمه يبدو مرتاحا لكنه يتحرك أبطأ من المتوقع وليس أكيدا إن كان سيقبل الركون إلى مقاعد المعارضة لا هو ولا نظيره معركة سياسية قاسية قاسية فقط عندما يجد إخوة الأمس ورفاق درب سنين أنفسهم في خندقين مختلفين بسبب ديمقراطي أو حالة نضوج يراها آخرون تأتي في زمان المخاض الديمقراطي وبينهما قد يفرض الوضع دورا حاسما من القضاء عبدالله بدران بغداد الميادين إلى ذلك برز صدور بيان على المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العباد يطلق عليها صفة رئيس الحشد الشعبي وجاء في البيان أن العبادي زار بقرة هيئة الحشد الشعبي للاطلاع على الأوضاع فيه وأشهد ببطولات المقاتلين وتضحياتهم التي حققت النصر على الإرهاب وأكد مواصلة الجهود من أجل بناء وأعمار البلاد مصدر في وزارة الدفاع العراقية أعلن أن الوزارة تابعت تصريحات وزير الأمن الإسرائيلية فيكدور لبرمن بشأن إمكانية ضرب العراق مؤكدا أن سيادة العراق خط أحمر المصدر أكد أن الوزارة تنتظر الموقف الرسمي من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي للرد على لبرمن بشكل علني وبموقف صريح وكان وزير الأمن الإسرائيلي أفكدور لبرمن قد لوح بمواجهة أي تهديد إيراني ولو كان مصدره الأراضي العراقية أفقى تعبيره من المؤكد أننا نراقب كل ما يحدث في سوريا أما فيما يتعلق بالتهديدات الإيرانية فنحن لا نحصر أنفسنا فقط بالأراضي السورية يجب أن يكون ذلك واضحا سنواجه أي تهديد إيراني من أينما أتى حرية إسرائيل كاملة ونحن نحتفظ بحرية تحرك هذه تجمع مئات السوريين في نقاط عديدة خصصها جهاز الأمن العام اللبناني لاستقبالهم تميدا لتأمين عودتهم إلى ديارهم وبدأ جهاز الأمن العام منذ الصباح استقبال العائلات الراغبة في العودة الطوعية إلى سوريا في عدة نقاط تجمع برزها في مدينة النباطية جنوبا طرابلس شمال وراشية الوادي في البقاع الغربي انضم إلينا من النباطية في جنوب لبنان مراسل ميادين جمال الغرب جمال صباح الخير إذن هل بدأت دفعة النازحين بالعودة هل غدرت النباطية وماذا عن باقي القرى في الجنوب على صعيد الجنوب في أي قرى تجمع النازحون نعم أحمد دقائق قليلة وينزع المئات من النازحين السوريين عنهم ينزعون عنهم صفة النزوح وليصبحوا عائدين إلى بلادهم نحن نرى في الصورة الحفلات التي من المفترض أن تنطلق بعد دقائق إلى سوريا من مدينة النباطية جنوب لبنان هذه العودة هي عودة طوعية تأتي في إطار التنصيق بين جهاز الأمن العام اللبناني والدولة السورية الجميع هنا يضع اللمسات الأخيرة تحديدا جهاز الأمن العام يضقق بالأسماء قبل الانطلاق بعد دقائق من مدينة النباطية باتجاه المصنع اللبناني هنا لابد من الإشارة بأن النازحين السوريين أو بالأحرى العائدين اليوم إلى بلادهم هم من مختلف المناطق والمحافظات السورية نحن نتحدث هنا عن عائلات من مدينة دماشق وريفها من مدينة حلب وريفها من ريف اللادقية ومن الزبداني هذه النقطة ليست الوحيدة في الجنوب اللبناني هناك بلدة شبعة التي من المفترض أن تنطلق بعض قليل الحفلات الحفلات التي تقلهم إلى بلدهم سوريا وأيضا في نفس الوقت في منطقة برج حمود في محافظة جبل لبنان من المفترض أن تكون الحفلات التي تقل النازحين السوريين أو العائدين السوريين قد انطلقت وهنا لابد من الإشارة أيضا بأن النازحين الذين تجمعوا في مدينة طرابلس انطلقوا وأصبحوا داخل الحدود السورية كما علمنا منذ قليل هنا لابد أيضا من الإشارة أحمد بأن رقعة انطلاق الحفلات وأماكن انطلاق الحفلات توسعت كانت في السابق محصورة في عدة أماكن أو بالأحرى محصورة في منطقة عرسال ومنطقة شبعة الآن توسعت يعني بعد التسهيلات التي قدمها الأمن العام جهاز الأمن العام اللبناني وفي نفس الوقت يعني لابد أيضا من الإشارة بأن نقطة البقاء بأن نقطة تجمع عن البقاء للنازحين السوريين قد يعني قد انتهت عملية مغادرة النازحين منها باتجاه يعني باتجاه سوريا وفي نفس الوقت هذه العملية التي تتم طوعيا بعيدا يعني عن الصفة الرسمية ولسيما عدم وجود تنصيق رسمي بين الدولة اللبنانية أو بالأحرى بين الحكومة اللبنانية والدولة السورية تلقت زخما كبيرا ولسيما يعني بعد طرح المبادرة الروسية واليوم نرى الأحزاب اللبنانية ولسيما حزب الله قد دخل بقوة على المستوى الميداني يعني في التحضير لعمليات عودة النازحين العودة الطوعية في الأمس قدم قدم مسؤول ملف النازحين في حزب الله النائب السابق نوار الساحلي لائحة بأكثر من ألف اسم للأمن العام تمهيدا لتحضير عودتهم وكما علمنا أيضا يعني من مصادر بأنه في الأيام القليلة المقبلة سيقدم حزب الله ورقة مماثلة لهذه الورقة تدم أكثر من ألف نازح سوري يريدون العودة وفي نفس الوقت هناك يعني لجنة للطيار الوطني الحر قد أنشأت في هذا الخصوص وفي نفس الوقت الحزب السوري القومي الاجتماعي أيضا أنشأ لجنة للمساعدة في هذه العودة العودة الطوعية هنا لابد أيضا من الإشارة إلى أمر مهم بأن الأمن العام اللبناني كان قد حل معظم مشكلات العائدين أو بالأحرى جميع مشكلات العائدين ولسيما منهم من فقد الأوراق التمثية ولسيما منهم وتحديدا الشبان هناك أمر مهم يتعلق بعودتهم إلى وطنهم من خلال تأدية الخدمة العسكرية أعطيت مهلة لهؤلاء العائدين هي ستة أشهر من أجل تسوية أوضاعهم والالتحاق بالجيش السوري شكرا جزينا لك جمال الغربي مراسل الميدين كنت معنا من النباطي في جنوب لبنان حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره السوري بشار الأسد من الهجوم بتهور على محافظة إدلب بحسب تعبيره وفي تغريدة على تويتر قال ترامب أن الروس والإيرانيين سيرتكبون خطأا إنسانيا جسيما بالمشاركة في هذه المأساة الإنسانية المحتملة حيث قد يقتل مئات الألاف إذا هاجموا إدلب كما قال أكد الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية الإيراني محمد جبا ظريف أن الضغوط التي تمارسها دول غربية على دمشق وتهران لن تثني البلدين عن مواصلة الدفاع عن مبادئهما وأضافا خلال لقاء في دمشق لجوء الغرب لممارسة الضغوط على سوريا وإيران أنه يعبر عن فشله في تحقيق المخططات التي رسمها للمنطقة ظريف كان قد دعا عقب وصوله إلى العاصمة السورية إلى تطهير الأجزاء المتبقية في إدلب من الإرهابيين الباقين محمد جبا ظريف وزير الخارجية الإيراني في دمشق زيارة تحمل الكثير من الرسائل في توقيت يسبق قمة إيرانية روسية تركية في طهران الجمعة المقبلة تحرص طهران على تنسيق المواقف مع القيادة السورية تنسيق يسبق استحقاقات ميدانية مرتقبة أبرزها التحضيرات العسكرية لاستعادة إدلب بادت الأولوية لإعادة إعمار سوريا ومعالجة القضايا ناتجة عن تهجير السوريين وإعادتهم إلى بيوتهم ومن الأهمية الإشارة إلى أن أحد المواضيع التي تجب معالجتها كيفية تطهير ما تبقى من محافظة إدلب من بقايا الإرهابيين وخاصة جبهة النصرى اجتماع يوم الجمعة المقبل سينظر في هذه الأمور عنوين رئيسية شكلت محور محادثات ضريف في دمشق تطابق في المواقف وترحيب سوري بمشاركة الشركات الإيرانية في مشروع إعادة الإعمار مشاركة تكمل تعاون البلدين في جبهات القتال والسياسة إيران لها دور بارس في موضوع الحل السياسي وهذا ما تسعى إليه وهي أحدى الدول الضامنة في أستنى اليوم معركة إدلب اتخذ القرار الجيش العربي السوري واتخذت هذا القرار القيادة السياسية في سوريا لتحرير إدلب أما في السياسة أو عبر أبطال قواتنا المسلحة انتصارات الجيش السوري مدعوما بحلفائه تريد دمشق وطهران وموسكو ترجمتها عبر دعم حل سياسي يحافظ على سيادة الدولة ووحدة الأراضي السورية حل يبعد التهديدات والتدخلات الأمريكية يبدو أن الصيغة الحل التي سوف يتم وضعها ستكون بمشاركة من قبل الروسي والإيراني والتركي فيما إذا أراد أن يحترم السيادة السورية ووحدة الأراضي السورية ضريف في دمشق بعد زيارة وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي تشاور متواصل يكمل ما بدأه البلدان في مواجهة الحرب على سوريا ويدعم جهود الجيش السوري باستعادة ما تبقى من أراضي لا تزال خارج سيطرة الدولة السورية محادثات ضريف في دمشق تل المحادثات التي أجراها وزير الخارجية السوري وليد المعلم في موسكو تحرك دبلوماسي مكثف قد يكون كفيلا بحل ملف إدلب بكل ما يكتنفه من تعقيدات محمد الخضر دمشق الميادين وزير الخارجية روسيسر جيل أفروف قال أن من المستحيل الصبر على الوضع القائم في إدلب إلى ما لا نهاية أفروف أكد أن نظام وقف إطلاق النار يخرق باستمرار حيث تطلق النار على مواقع الجيش السوري كما يطلق المسلحون من إدلب طائرات مسيرة في محاولة للهجوم على قاعدة حميمين نظام وقف النار يخرق بشكل مستمر على مدى أكثر من شهرين يجري إطلاق النار على مواقع الجيش السوري من هذه المنطقة من هناك يحاولون مهاجمة هذه المواقع ويطلقون عددا كبيرا من الطائرات المسيرة في محاولة للهجوم على قاعدتنا العسكرية في حميمين إسقاط أكثر من خمسين طائرة مسيرة من المستحيل الصبر على هذا الوضع إلى ما لا نهاية نحن نفذل جهودا نشطة مع الزملاء الأتراك والحكومة السورية والإيرانيين كمشاركين في صيغة أستانا كي نفصل المعارضة المسلحة عن الإرهابيين وفي الوقت نفسه نعمل بشكل لا يتدرر به المواطنون المدنيون نائب وزير الخارجي الروسية أوليغ سيرومولوتوف قال أن توقيت العملية العسكرية في إدلب ستحدده دمشق وموسكو وأكد مولوتوف أن روسيا لا تفضل وقوع معارك ضارية في إدلب وزارة الخارجية الروسية لا تحدد توقيت العملية العسكرية في إدلب هذا السؤال يجب توجيهه للحكومة السورية ووزيري الدفاع بالطبع لا أحد يريد معارك ضارية ووقوع ضحايا في صفوف السكان المدنيين وتبذل المحاولات لإيجاد حل في الدرجة الأولى نتحدث عن الفصل بين المعارضة وجبهة النصرة وإذا تم الفصل فعل ما يبدو سيتم إيجاد حل ما أمين سر مجلس الشعب السوري خالد العبود تهم واشنطن بمحاولة تأخير معركة إدلب وفي مقابلة مع الميادين رأى العبود أن أدوار القوى الإقليمية والدولية لم تعود الحاكمة لساعة الصفر في المعركة العنوان الأمني الآن في إدلب هو الأولوية قبل محاصصة الكعكة والأعمار ووائل آخرين ولو أنه عنوان هام هناك عنوانان هامان في إدلب بنا نتذكرون دائما ستراميا بالنسبة للأمريكي والأوروبي أولا فائد هذا العنف اثنين قواعد الاشتباك التي سوف ترسخ بفضل انتصار الإيراني والسوري قواعد الاشتباك التي دائما نصفها مع كيان الاحتلال وليس مع أي طرف آخر الأقليم يذهب باتجاه دعيني أقول استقرار بارد تديره عواصم انتصرت على الأمريكي وأفشلت الأمريكي في المنطقة وزارة الدفاع الروسية أعلنت استشهاد ثلاثة جنود سوريين وإصابة تسعة في هجوم بطائرات مسيرة شنه مسلحون في إدلب وسادف نقطة للجيش السوري في اللاذقية رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا لواء فلاديمير سافتشينكو وصف مجرب العملية الاستفزازية وشار إلى استمرار انتهاكات الهدنى من قبل المسلحين في منطقة غفط التصعيد في إدلب وصلت طائرتان من طراز تو 142 امكا الروسية إلى قاعدة حميميم الجوبية في سوريا ويفترض أن تشارك الطائرتان في المنورات العسكرية الروسية التي بدأت في البحر المتوسط عند شواطئ سوريا بطع الشهر الحالي إزارة الدفاع الروسية أفدت بأن تواقم الطائرات تتابعة للطيران بعيد المدى وطائران البحرية قد نفذ التمارين تدريبية قتالية مشتركة وتتابعون بعد الفاصل كولومبيا لن تلغي اعترافها بفلسطين دولة مستقلة أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط تشكيل وفد صنعاء إلى مشاورات جناب من 12 عضوا الوفد سيترأسه محمد عبد السلام من أنصار الله وينوب عنه جلال الرويشان من المؤتمر الشعبي العام ويضم الوفد أعضاء من المؤتمر وأنصار الله والحراك الجنوبي والتنظيم النصري وأحزاب أخرى مناهضة للتحالف الصعوب بالتوازي هجم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا المشاورات المتقبة في جناب ودعا إلى الخروج في تظاهرات بعدا المجلس قال أن أي مشاورات أو مفاوضات ليكون طرفا فيها غير ملزم بأي مخرجات أو التزامات تجاه أطرافها ولفت إلى أن المبعوث الأممي مارتين جريفث اتعد عن الطريق معقول للحل ويتحمل كامل المسؤولية المترتبة على المرحلة المقبلة ميدانيا أعلنت القوات الصاروخية اليمنية قصف منشأة أرامكو السعودية في جزان بصاروخ بدر واحد الباليستي يأتي ذلك فيما قالت وسائل إعلام السعودية أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت الصاروخ فوق جزان الله أكبر استشهد الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الجعبري برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستوطنة كريات أربع في مدينة الخليل بالضفات الغربية ومنعت قوات الاحتلال سيارة الإسعاف من الوصول إلى جثمانه وأظهرت تسجيلات المصورات دولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تنكيل جنود الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين الشهيد الجعبري بعد إطلاق النار عليه حيث تركوه ينزف وهو ملقا على الأرض فور وصولي للمكان سمعت ضوية أربع رصاصات نظرت إلى الشارع خلفي وجدت جثمان الشهيد وائل ملقا على الأرض طبعا الذي أطلق النار على الشهيد وائل هو مستوطن مر من المكان بسرعة عالية وأوقف أسارة بشكل مباشر وأطلق الرصاص بعد 23 يوما من إصابته في الجمعة الأولى من مصيرات العودة استشهد الفتى الأصم تحرير وهبي ليكون بذلك أول شهيد يعاني من العاقة السمعية يرتقي برصاص الاحتلال أحمد شلدان هي تمتمات وإن كانت غير مفهومة إلا أنها عبرت عما يختلج في صدر الشهيد الأصم تحرير وهبة فرصاص الاحتلال الذي استقر في رأسه في الجمعة الأولى من مسيرات العودة سلبه حياته وترك عائلته مكلومة من بعده أنا مش قادر أستوعب أنه تحرير مش معايا يعني بجد تعبان كتير بطلع بنقعد على الأكل جماعة مع بعض بطلع مكانه مش موجود بدي أنزل مثلا أشتر حاجة لإخوته مثلا فاكة نشتر خضرة نشتر إشي كان بروح معايا على السوق أحيانا يشيل معايا ابن الثمانية عشر عاما كان يعاني من إعاقة سمعية منعته حتى من القدرة على الكلام لكنها لم تمنع حبه وانتماءه إلى قضيته التي ضحى بحياته من أجلها تحرير أصم يعني الاحتلال قنصه وطلق مباشر وهو يعني بشكلش خطر على الاحتلال يعني تحرير كل ماسكه يعني عجل كوشوك تحريرها يقف عند المولى عز وجل ويقول يا عرب يا عرب يا عرب أنا عندي اللي خلق الأرض وخلق الملك وخلق السماء وأنا عنده عشان أقاضيكم وأحاجيكم ماذا قدمتم من أجل أراضيكم وهاليكم هكذا كانت نهاية تحرير وهبة على مرأة من الجميع فحياته التي عاشها في صمت أحدثت ضجيجا لحظة انتهائها هو ضجيج تأمل عائلته أن يسهم في محاسبة الاحتلال يوما على ما اقترفت يداه من جرائم وتبقى جريمة استشهاد الفتى الأصم تحرير وهبة شاهدا على وحشية الاحتلال وعلى الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني ولسيما مع غياب العدالة الدولية التي تكيل بمكيالين كما يقول الغزاويون أحمد شلدان غزة الميادين رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو قال أن الاتفاق النووي مع إيران قرب إسرائيل من العالم العربي بشكل لم تشهد إسرائيل من قبل رغم أنه كان سيئا من جميع النواحي وفي تغريدة على تويتر أكد نتنياهو أن هدف إسرائيل هو الاستمرار في هذا التقارب من أجل تطبيع تدريجي مع دول عربية رئيسية وقال أن إسرائيل تعيش ازدهارا دبلوماسيا غير مسبوق على حد تعبيره قال الرئيس الكلومبي الجديد إيفان دوكي أنه لا يلغي اعتراف سلفه بفلسطين دولة مستقلة دوكي أعرب في تصريحات له عن دعمه لحل الدولتين ولفت إلى أنه سيجري نقاشا في مجلس العلاقات الخارجية بهذا الخصوص مؤكدا أنه يحترم القرار الذي اتخذه سلفه في المنصب قبل أن يتولاه هو كشف عضو مجلس النواب الليبي في طبرق إبراهيم الدرسي أن عقد جلسة لمجلس النواب مرهون بالأوضاع في العاصمة طرابلس لأن نحو مئة نائب موجودون في طرابلس مما يصاعب عقد جلسة الاثنين المقبل وتدور اشتباكات عنيفة بالقرب من جسر الفروسية على طريق المطار جنوب العاصمة وفي مناطق وادي الربيع جنوب شرقها وتستخدم في الاشتباكات الحالية الأسلحة الثقيلة والمتوسط أشارت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في موريتانيا إلى تقدم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وحزب التواصل الإسلامي المعارض وحسب مصدر قريب من اللجنة الانتخابية فقد تم فرز نحو ثلاثين في المئة من الصوات المقترعين مرجعا تأخرا في صدور النتائج إلى ما وصفه بالطبيعة المعقدة جدا للاقتراع إضافة إلى مشاكل تقنية أعلنت فنزولا أن الحديث عن أزمة إنسانية في بلادها يهدف إلى تبرير أي تدخل خارجي نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز أكدت أن معظم من يعبرون الحدود بين فنزولا وكولومبيا هم كولومبيون بعض القوى يحاول تقديم الوضع المتعلق بالتنقلات العادية للمهاجرين كأنه أزمة إنسانية هذه خدعة تهدف إلى تبرير تدخل في أراضي الوطن وسلطة فنزولا لن تسمح بذلك أعلنت حركة طالبان الأفغانية وفاة جلال الدين حقاني زعيم شبكة حقاني بعد صراع مع المرض وكان حقاني قد أسس الشبكة التي تحمل اسمه في ثمانينيات القرن الماضي لمحاربة الوجود السوفيتي في أفغانستان بمساعدة الولايات المتحدة وباكستان أنذاك ونصبت إلى شبكة حقاني عدة هجمات في أفغانستان بعضها ضد قوات الأمريكية وقوات الحلف الأطلسي كما يشتبه بأنها على علاقة مع تنظيم داعش والآن إلى أخبار الاقتصاد بعض زميل عبدالله ظهر عبدالله صباح الخير صباح الخير أحمد تفضل شكرا صباح الخير مشاهدين أهلا بكم إلى موجز الاقتصاد في العاشرة حيث قال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني إن سوق النفط العالمية متوازنة في الوقت الحالي وذلك قبل أسابيع من اجتماع للمنتجين في منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وتجتمع لجنة المراقبة الوزرية المشتركة في الجزائر أواخر الشهر الحالي وهي تضم الجزائر السعودية الكويت وفنزولافي من أوبك وروسيا وسلطنة عمان من خارج المنظمة أعلن الرئيس الأرجنتيني موريتسيو ماكري أنه عن فرض رسوم جديدة على صادرات فول السوية من بلاده وعن خفض حد في الانفاق الحكومي في محاولة طريقة لضبط ميزانية العام المقبل حيث تسعى الحكومة إلى إقناع صندوق النقد الدولي بتسريع برنامج قرد تبلغ قيمته 50 مليار دولار وقد تسببت الضرائب الجديدة في تأخر شحنات الصوية من الأرجنتين فيما تعاني صادرات الصوية من الولايات المتحدة تراجعا حادا بسبب الحرب الاقتصادية التي أشعلتها واشنطن الإجراءات التقشفية تأتي تحت ضغط فقدان العملة المحلية البيزو 50% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي أعلنت وزارة الزراعة الروسية أنها لا ترى حاجة لفرض رسوم على تصدير الحبوب أو لتقليص الصادرات بأي طريقة أخرى الوزارة أكدت أن سوق الحبوب الروسية مستقرة وأنها لا ترى ضرورة لتغيير ميزان العرض والطلب بشكل كبير فيما يتوقع أن تنقفض المحاصيل عن المستوى القياسي المسجل العام الماضي والذي بلغ 85 مليون طن لكن سابق حجم المحصول كبير جدا مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الأخيرة سمحت الهند لشركات التكرير الحكومية باستيراد النفط الإيراني على أن توفر طهران الناقلات وخدمات التأمين بعدما أوقفت شركات الشحن الهندية الرحلات إلى إيران بسبب العقوبات الأمريكية وتتناغم محاولات نيودالهي للحفاظ على تدفقات النفط الإيراني مع خطوة اتخذتها الصين حيث تحول كل المشترين للخام الإيراني تقريبا إلى استخدام سفن مملوكة لشركات النقل الوطنية الإيرانية لشحنه لهم شهدت شركات الصناعات التحولية في بريطانيا أضعف شهر فيما يزيد عن عامين خلال آب أغسطس حيث عانت طلبيات التصدير من هبوط نادر وهو ما ينذر بأن الطباط الاقتصادية العالمي والانفصالة عن الاتحاد الأوروبي يضغطان على مصانع البلاد كابيتال إيكونوميكس للاستشارات أرجعت السبب الرئيسي لانكماشي طلبيات التصدير إلى إمكانية عدم التوصل إلى صفقة أثناء الخروج من الاتحاد الأوروبي في شهر أذار مارس المقبل وهو ما بدأ يضغط بقوة على القطاعات المنتجة في البلاد وفي ظل استمرار الأزمة النقدية في تركيا أكد وزير المالية برات البيرق أن البنك المركزي التركي مستقل عن الحكومة ويتبنى الإجراءات اللازمة وذلك في مقابلة خاصة مع وكالة رويترز ودفع البيرق عن البنك المركزي الذي لم يرفع سعر الفائدة الأساسي على مدار ثلاثة أشهر تقريبا رغم أزمة العملة ويعقد البنك المركزي اجتماعه التالي لتحديد أسعار الفائدة في الثالث عشر من الشهر الحالي بالتنصيق مع الحكومة وفق ما قال البيرق في الخبر الأخير أكد الرئيس الصيني تي جينج بينج أن بلاده ملتزمة بمبدأ الانفتاح الاقتصادي وأنها ترفض الاستفادة الأحادية من قبل بعض الدول وفي كلمة ألقاها في منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا تعهد الرئيس الصيني بتقديم 60 مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في أفريقيا وقال إن الصين هي أكبر دولة نامية في العالم وأن أفريقيا تضم أكبر عدد من الدول النامية ولذلك سيعمل الجانبان معا لإقامة مجتمع له مصير مشترك من خلال التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية هذا كل ما لدينا من أخبار الاقتصادية في العاشرة شكرا لحسي متابعتكم عود لك أحمد شكرا لك عبد الله شكرا عرض الفنان وتشكيلي الفلسطيني محمد ركوعي لوحاته التي تحمل روح فلسطين وأرثى الشعب الفلسطيني في صالة الرواق العربي للفنون الجميلة بدمشق وحمل المعرض عنوان جدائل الروح تقرير حسن عبد الله الفنان التشكيلي الفلسطيني محمد ركوعي بدأ داخل أسوار السجون الاحتلال يرسم لفلسطين وقضيتها لمواجهة السجان ومحاولات تدمير الإرادة بعد تحريره واستقراره في دمشق انطلق في مسيرته الفنية بقوة تعبيرية اجتمع فيها الواقع بالخيال فكانت فلسطين وقضيتها وأمال وألام شعبها حاضرة في اللوحة رسالة اللي أنا بقدمها اليوم لوحاتي هي لشعبي في سوريا في فلسطين هي دعم للمقاومة هي استمرار للحياة ولا يمكن أن نتغيب عن قضية الفلسطينية وقضية النضال من أجل العودة والحرية لكل فلسطين لم يتوقف الفنان الفلسطيني عن تطوير أدواته الفنية من دون أن يتخلى عن القضية الأم فكانت فلسطين حاضرة في تجديده للوحاته ومعارضه على الدوام قفزات المدهشة اللي عم يشوفها في كل معرض يقدم لنا دهشة جديدة في أعماله من حيث التقويم من حيث اللون من حيث التشكيلات ربط بين التاريخ ربط بين الجغرافيا لطالما ولد من رحم القضية فنانون وأدباء ومبدعون حملوا في قلوبهم وعقولهم مهمة فضح الاحتلال ومساندة شعبهم فكانوا الناطقين باسمه والمعبرين عن صموده ندعم كل المبدعين ومستعدين لتقديم كل الدعم والإسناد لهم حتى يصلوا إلى الحد الذي يطمح لهم ونحن أيضا نطمح بأن يتطور دائما فعلهم الفني وإنتاجهم الفني لأن هذا الموضوع ينقصنا كثيرا فلسطين في أساس معرض الفنان محمد ركوعي حلمه وحلم أجيال فلسطينية وعربية تنضح من تفاصيل اللوحات واتجاهاتها وألوانها ولان ننتقل إلى زميل محمد جراضي ومعه أبرز أخبار الرياضة محمد صباح الخير صباح الخير أحمد شكرا لك أهلا بكم مقمة تونسية خالصة أسفرت عنها قرعة الدور ربع النهائي لدور أبطال أفريقيا سيواجه ترجي مواطنه النجم الساحلي في لقاء من المنتظر أن يشد انتباه القارة سمراء نظرا لحساسية المواجهات بين الطرفين ولم تكن هذه المواجهة العربية الوحيدة إذا أوقعت القرعة أيضا الودادة المغربي حامل اللقب في مواجهة قاسية ضد وفاق الصيف الجزائري وسيكون الأهل المصري في مهمة سهلة نسبيا ضد حوليا كوناكري الغني بعد تصحيح نتيجة القرعة التي أوقعت نادي القرن بداية في مواجهة الصيف بعدما كانت تواجهة في دور المجموعة وأستبدل الأهل بالودادة ويصدم مازنبي الكونغولي براميرو أوغسطو الأنغولي نبقى مع أخبار الأهل المصرية الذي هدد بالانسحاب من بطولة الدور احتجاجا على الأداء التحكمي في مباراته الأخيرة ضد الانتاج الحربي ووصف بيان النادي الأحمر أخطاء الحكام بالفجة عبر بيان رسمي وطالب النادي اتحاد اللعبة بإجراء تحقيق عاجل وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي حرصا على استكمال المسابقة والعدالة بين الأندية المتنافسة وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين ما أدى إلى بقاء الفريق متصدرا إنما بفرق الأهداف عن بيراميتس واعترفت لجنة التحكيم بالأخطاء التحكمية ووصفتها بالعادية كما رفضت استعمال تقنية فار لصعوبة تطبيقها في الدوري الأرجنتيني استعد بوكا جينيورز لغة الانتصارات لأنه لم يسترد الصدار التي اقتنصها ريسينج وحقق بوكا امتصارا كبيرا على ضيفي فيلس سارسفل بيثلاتية ليعود اختقوا في الأسبوعين الأخيرين بعد من سقط مرة وتعادل في أخرى وسجل أهداف حامل لقب كريسيان بافون والكولومبي أدوين كاردونا وسباستين فيلا وكان ريسينج هزم روساريو سانترال بهدفين من دون مقابل ملعب وامبليا الشهير في لندن سيعتمد أرضا لنادي تاتنهام في مسابقة دوري أبطالي أوروبا ويأتي الاختيار للملعب الكبير بسبب عدم انتهاء الأعمال في بناء ملعب ويت هارت لين الجديد علما أن افتتاحه كان مقررا منتصف أيلو سبتمبر الحليف اللقاء الذي يجمع سبيرز مع ليفر بول في الدوري الإنجليزي الممتاز وقدم رئيس تاتنهام دانيل ليفي اعتذاره إلى الجماهير وشدد على ضرورة التركيز على انهاء أعمال البناء في أقرب فترة زمنية ممكنة ويواجه تاتنهام في البطولة القارية الأهم كل من برشلونة وبي اس بي آيندهوفن وإنتر ميلانو هل تتكرر معجزة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ فريق عريق يقارب عمره 137 عاما يحلم بلقبه الأول من غير المستغرب أن يتصدر ليفر بول ترتيب الدور الإنجليزي إلا أن الغريب أن يتساوى مع واتفورد ويتقاسم معه الريادة حقق الفريق الأصفر رابع انتصاراته المتتالية على توتنهام أحد المرشحين للقب نتائج الهورنتس أعادت إلى الأذهان ما حققه الذئاب بإشراف الإيطالي كلاود رانياري معجزة ليستر سيتي قبل ثلاثة مواسم لا تزال مثلة أمام الجميع محللون كثر توقعوا أن لا تعاد هذه التجربة في ظل وجود الستة الكبار وبإمكانيات مالية هائلة العام الماضي أنهى الفريق الدورية في المركز الرابع عشر وهو المركز عينه الذي حققه ليستر في الموسم الذي سبق أحرازه اللقب مفارقة قد لا تعني الكثير إذ إن من المبكر الحديث عن صراع على اللقب في مسابقة لا يعرف بطلها قبل الجولات الأخيرة في غالب الأحيان حقبة الثمانينيات كانت ذهبية للنادي إذ كان يترأسه ويدعمه ماليا نجم البوب الشهير ألتون جون حقق الجيش الأصفر حين ذاك أهم نتائجه على الإطلاق وصافة الدور عام ثلاثة وثمانين خلف ليفر بول وفي الموسم التالي بلغ نهائية كأس إنجلترا المدرب خافي جارسيا نال ثقة أسرة بوتسو الإيطالية المالكة التشكيلة تخلو من الأسماء الرنانة وأبرز عناصرها المدافع الهولندي داريليان مات ولاعب برشلونة السابق جرار جولوفو فضلا عن مجموعة من اليافعين المتخرجين في أكاديمية النادي الجميع سعداء لأننا حققنا الفوز الرابع تواليا وهذا ليس سهلا علينا أن نستمتع نعرف أنها ليست سوى المباريات الأربع الأولى لكن من الصعب للغاية تحقيق نتائج جيدة باستمرار في الدور الإنجيز الممتاز ومن المهم الاحتفاظ بالأجواء الإيجابية واتفورد حاليا هو المفاجأة السارة في الدور الإنجليزي الفريق بات تحت مجهر الأنديات الكبيرة وبالتالي ستزداد أموره صعوبة في المراحل المقبلة حيث سيواجه مانشستر يونيتد في اختبار صعب في المرحلة التالية الأسترالي جوم ملمن حال دون مواجهة انتظرها الجميع في كرة المضرب العربية بعدما أطاح روجر فدرير من دورة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب كان الجميع يترقب مواجهة السويسري مع صربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور ربع النهائي بلغ الأسترالي ربع النهائي في الدورات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرته بعدما فاز بثلاث مجموعات لواحدة على صاحب الرقم القياسي في ألقاب لكرانشلم وسيواجه ملمن ديوكوفيتش الذي عبر إلى دور الثمانية بفوز على البرتغالي جواوسوزا بسهولة كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية نشكر لكم حسنا متابعة عود إليك أحمد مجددا أحمد شكرا لك إذن مع أخبار زميل محمد نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة لكن يبقى التذكير بأبرز عنوينها مجلس النواب العراقية سأنف جلسته المفتوحة وسط انقسام حاد حول الكتلة الأكبر ترامب يحذر من شن هجوم عسكري على إدلب والأسد وغريف يؤكدان أن تهديدات الغرب تعكس فشل مخططاته في المنطقة مئات السوريين في لبنان يعودون إلى ديارهم بإشراف الأمن العام المشاط يعلن أسماء وافتصالات إلى مشاورات جناذ والمجلس الانتقالي الجنوبي يهاجم المفاوضات ويتبرأ من مخرجاتها الاشتباكات في طرابلس تهدد جلسة بلباني طبرق الخاصة بالتصويت على قانون الاستفتاء لمشروع الدستورييني الميادين دوطنات دائما لمزيد من الأخبار وباللغة الإسبانية اسبانول دوط الميادين دوطنات شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة